إزاي ابني ما سيبهوش طول الوقت بلا وعي واسيب ابني طول الوقت بالأجهزة الإلكترونية لا انزل وساعد واشترك واشوف الحياة المجتمعية وكان بناء عليه تم دمج فكرة التربية الإيجابية وبزور الخير وقروز وأطفالنا وتشرفنا بلقاء حضرتك فضل إحنا كل الناس اللي بتيجي تساعد في زواد بيبقى في ناس هما بيبدروا صور الأطفال زي ما حضرتك بتقول ودي صور أطفالنا والمشاركين في زواد ويقولي يا سيد أحمد المرحلة العمرية اللي بيشتركوا فيها الأطفال يعني أنا شايفة أطبانات وأولاد في مراحلة العمرية مختلفة أنا عايزة أقول لحضرتك من أول يعني خمس سنين وست سنين معنا في المطبخ طيب في ناس يقولوا هل من الأمان أنتوا تخلوا أطفال بالسن ده جوه مطبخ كبير ما فيش خوف عليهم لا إطلاقا إحنا بنبقى لهم منطقة أمان في منطقة محزورة داخل المطبخ محدش بيتخطاها لا أطفال ولا متطوعين دي بتبقى مسؤولة يعني مكان ده بيقى مسؤولة عن الطبخ ومسؤولة عن الأماكن اللي فيها حرارة وكده لكن الأطفال إحنا بنجيبهم بيساعدون أن هم يلزقوا ستيكر على الوجبات بيساعدون أن هم ينقلوا الوجبات اللي بتخلص واللي الناس الكبار بيعبوها للأماكن اللي بتتوزع منها أو من غرفة التسليمات الأطفال بيساعدون أن هم يجيبوا أصحابهم يكلموا عايزة أقول لحضرتك على حاجة يا دكتور أن الأطفال بيكلموا أصدقائهم وأمهات أصدقائهم عن زواد أكتر من الناس الكبار